زعيم المعارضة الإسرائيلية الصهيونية يائر لابيت وصف بخطاب له قبل أسبوع أو أكثر يجب على نتنياهو أن يرحل وأن إسرائيل تعرضت للإهانة ملف الذي يقوده حاليا رئيس الوزراء الكيان الصهيوني بن يامي نتنياهو هو يريد وخطط ووجه من خلال عملياتها العسكرية واعتداءاته على لبنان وعلى فلسطين هو أخذ القرار بإنهاء وجود من لبنان بإنهاء وجود حزب الله وإنهاء حركة حماس نهائيا بتصفية أبرس قياداتها لا يخفى على أحد اليوم الداخل الإسرائيلي في حال التوتر وفي حال التدمر اليوم الملف أخذ أكثر من عام ونيف يعني هو وعدهم خلال شهرين أو ثلاثة أشهر سوف يعودون إلى أحضانهم إن ثبت ذلك فهو يعني اليوم هناك جزئية يعني أود أن نوضح أن نوهلها آلة الحرب العسكرية للكيان الصهيوني هي استنزفت ودليل على كلام نعم الكيان الصهيوني طلب من الولايات المتحدة بدعمه عسكريا وشفنا بالأيام اللي راحت تزويده بمنظومة ثاد منظومة الدفاع الجوي الردع الصواريخ اللي موجودة آلة الحرب الإسرائيلية اليوم تستنزف كل يوم تقريباً كل يوم أربعمائة مليون دولار الاقتصاد الكيان الصهيوني في حالة انهيار بأي لحظة البوابة الوحيدة بعد غلق مضيق باب المندم من خلال المقاومة من قبل الحوثيين في اليمن المنفذ الوحيد للكيان الصهيوني هو عبر تركيا اليوم هناك هجرة عكسية للمستوطنين هجرة عكسية خارج إسرائيل وأن يذهبوا بدون عودة شمال فلسطين المحتل للكيان الصهيوني هناك مدينة أشباح ثمانين ألف عائلة هجرت تركوا منازلهم بسبب ضربات المقاومة من قبل حزب الله في لبنان وهناك عفوا أنا حتى لا أطيل هناك حتى وجهة رسائل من خلال التظاهرات لحدها اليوم في تل أبيب من قبل المواطنين قالوا حتى وأن انتهت الحرب فسوف لن نعود إلى شمال فلسطين المحتلة إلى منازلنا